تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها وذلك من خلال شهر نوبمبر من العام الحالي وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمرة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهة الاختصاص والرد عليها إلكترونيا والمساهمة في حلها ومن جانبه أعلن مدير المنظومة طارق رفاعي تلقي ورصد 123 ألف شكاوى وطلب واستغاثة خلال نوبمبر الماضي موضحا أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 118 ألف شكاوى خلال الشهر